جبرا الهاتف السيد محمد مرجان مدير التنفيذ النادي الاخري مساء الخير فان مساء الخير اذا استحنا خليك الاول ببارك لحضرتك على تولي المهمة مدير التنفيذ للنادي الاهلي وايضا حركة النهاردة كنت في اجتماع مهم في اتحاد الكرة من اجل تحديد عدد الجماهير لا ربنا اخليك ومشاكل على التهنائك جدا لا اول اجتماع النهاردة انا ما كنتش موجود فيه كان ممثل النادي الاهلي العميد محمود حزين مدير الامن في مطار النادي بمئة مصر والاستاذ وليد ماهدي مدير ادارة المباراة الاجتماع في مديرات امنة صهيرة ده اجتماع تمهيدي تعرف طبعا احنا كلنا بنحلم وبنأمل بعودة الجماهير وعايزنا ان شاء الله بإذنها ترجع بالاستوب اللائف ونبقاش في مشاكل ثم الاجتماع الداخلية بتكتهد اللي هي النهاردة تضمن عشان خاطر عودة الجماهير تضمن اولا امن وسلامة الجمهور ده اهم حاجة بالنسبة لنا احنا كلنا مستعجلين اللي احنا رجع الجماهير بس انت تعرف حدارة قواتي بفي احداث على مدار السنين اللي فاتت نتمنى اللي ما تتكررش تاني احنا المقاردة ده كان اول اجتماع تمهيدي الاجتماع ده اتحط فيه شروط معينة حضر الاجتماع ممثل عن وزارة الداخلية كل من له دور تأميني في الفترة اللي جاية او كل من بيشارك في دور التأمين من وزارة الداخلية وبرضو ممثلين على الاستاذ استاذ السلام واستاذ الطاهرة واستاذ ادفاع القوي وفي نفس الوقت ممثلين على الثامن الاندية او الاندية الجماهيرية عضر ممثلين على الثامن الاندية والكرارات اللي اتفعوا عليها اللي احنا هنبقى تمهديان هيبقى للماذي حصف 2000 متفرج او هيبقى فيه عودة 2000 من الجمهور وده انا شايفه ده كبداية في الثور التاني وده موفقة ان شاء الله بإذن الله لان احنا هنعمل تبطر كويس قوي لوزارة الداخلية عشان قاطر لما مرحلة الاولانية نجحة اكيد المرحلة التانية ان شاء الله بإذنها هتزيد فاحنا النهاردة هنبقى متفقين كنادي اهل اللي احنا بندعم سيد محمد هو عايز اسأل حضرتك 2000 متفرج لكل فريق ولا الفريق صاحب الارض فقط في الوقت الحالي احنا بقى ده في اكتماع في الاتحاد هنبدأ نتحدد مع الاتحاد بقى ال 2000 دول لصاحب الارض فقط صاحب المباراة ولا ال 2000 تايف ولكل فريق ولا لصاحب المنظم المباراة هبقى لي النسبة الاكبر دي لذة هنشوفها بقى في الاتحاد ولكن احنا الاول ناخد موفقة الامن فاكما اخذنا الموفقة الاولانية التفاوت مع الاتحاد سهل المدير التنبيدي الاتحاد اللي هو ثروة السويلة متعاون جدا إحنا أهم حاجة بنتفق مع بعض عشان كلنا عايزين نركع كماهير. فمش هنختلف ومش هتوقف عند النوضوع. بخالص بالعكل إحنا عايزين جميع الترجع. بس أهم حاجة أمنهم ومسترامتهم إن شاء الله. طيب. سيد مورجان حضور الجمهور النادي الأهلي في لقاء الأتليتيكو. وأيضا في لقاءات دوري أبطال أفريقيا. هل كان ليه دفع كبير إن اتحاد الكرة يأخذ هذا القرار؟ أكيد طبعا. أكيد التزام الجمهور في المباراةين والتزام الجمهور في برج العرب وزهور الجمهور النادي الأهلي. ودائما أنا بقول ده حضرتك جمهور النادي الأهلي على طول بيبقى ملتزم وعلى طول بيبقى منتزم في حاجات بسيطة بتحصل. إحنا بس في الآخر عايزة في تعاون الفترة اللي جاية إن شاء الله. وإحنا أعيشنا أحداث كتير مش عايزة أتكلم عليها تاني كنت أنا موجود فيها. فإحنا الفترة اللي جاية بنبدأ طفحة جديدة. الجمهور النادي الأهلي دائما بيقى ورى النادي بتاعه وبيشجع بالشكل الحضاري وهو. ده إحنا نحن abort في فترة اللي جاية. وليل جمهور كلها أنا جمهور النادي الآهلي احنا نسقين عنه من شاء الله بإذن الله. وهيبقى فيه تواصل فترة جاية بشكل كواز جدا هيربيش الناس كلها لأن احنا ملتزمين بنجاح التجربة وبنجاح العودة الجمهور النادي الأهلي وبادين من نفسنا كنادي أهلي إن شاء الله وهنعلن قريب إن شاء الله بإذن الله عن الاسلوب اللي هيتم فيه إدارة المباراة البترة اللي جاية والتواصل مع الجميع سيد محمد مرجان المدير التنفيذي لنادي الأهلي بشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل التوفيق في المرحلة المقبلة